برنامج ندمت على تركه والله هي عدة برامج لكن اعتقد ان البث المباشر كان جميل بالنسبة لي تحديات جميلة فيه ليش وقفت التجربة؟ لظروف معينة اللي انا شخصيا يعني ظروف معينة شخصية بحتة تماما كان الاتفاق ايضا مع الاخوة في ذلك على اساس ان انا كنت راجع للإعلام مرة ثانية المدة معينة قلت لهم هذه المدة ما بأكثر ويجب ان يكون معاي اربعة او خمسة من الشباب والشابات المواطنين المواطنات على اساس يتم تدريبهم لياخذ هذا البرنامج بعد ذلك لكن لم يحدث ذلك وتوقفت ظلمت عندما؟ لم اظلم الحمد لله رب العالمي لم احسس بالظلم في يوم من الايام من فضل الله بس دائما كان عندك مواجهات في يعني مع ارباب العمل مع المدراء في في مواجهات كثير من محطات في مواجهات لكن يعني تركي للعمل بسبب هذه المواجهة انا ما اعتبر ظلم انا اظن ان هذا موقف وموقف مني انا شخصيا تجاه نفسي اولا وتجاه الوظيف اللي انا فيها لانه لا بد ان يكون في صدق في العطاء وشفت نفسي ما اقدر اكون صادق في هذا الجو لذلك تقديم الاستقال كان افضل من الاستمرار رغم ان نطلب مني الاستمرار لكن يعني دقت الساعة مثل ما يقولون الكرمة فوق كل شيء طبيعي طبيعي الله سبحانه وتعالى يقول وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَالتَّكْرِيمْ لَمْ يَقِفْ عَنْ دِينَ أو مِلَّةْ بَنِي آدَمْ لذلك هذا هو مكنون الانسان الادمي اذا لم يحافظ على هذه الكرامة فلا فائدة من آدميته نعم اجمل كلمة تشجيع سمعتها في مسيرتي من اكثر من شخص من المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم الله يغفر له ويرحمه من الله يرحمه ايضا يمكن صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد كان المعرض لبي الجوي التقينابه على الطريق مباشرة سلمت عليه وواحد كان يعرفني قال ريال معروف ما يحتاجي تعرفه يعني هذه كثير اثرت فيه حقيقة ايضا في يوم من الايام وانا صغير ييت بوظى بهني عند اهلي وكان في حدث عرص شي حضرها مغفور له شيخ زايد انا كان عمري ايامها تسع سنوات عشر سنوات ما قبل الاتحاد وحضرنا العرص ودخل الشيخ زايد تلك الهيب الكبير جدا يعني ما انساها وانا ما كنت عارف في البروتوكول يعني كان موجودا شما لما يلس صرت بسلم عليه والله انه وقف وسلم علي وشد على يدي ومنور ريال ما قال ابنونته منور ريال رغم ان عمري تسع وعشر سنوات قلت لنا فلان بفلان بفلان طال عمرك ياي من الدبي قاله نعم تفضل السريح كم تسوى هذه كم تسوى وكم تسوى سنة فبراير 1982 الله 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 ايضا التقيت فيه نعم رحمة الله عليه نعم وصار حديث كان اول تخريج لطلبة الامارات من جامعة الامارات في تلك الفترة كان تسمى جامعة العين اول دفعة واصحاب السمو الشيوخ الله يغفر لهم واللي يباقي منهم الله ان شاء الله يطول في عمره كانوا موجودين والشيخ زايد كان متقدم نحن حوالي 400 الخريجي كان في حدود ال400 اذا ما تخوني الذاكرة تصوري انه وقف لكل شخص يصافحه وبحرارة انا طبعي الي اسلم عليه دائما من يوم ان اصير اسلم وطالع في عينه مبروك وعساكم على القوة يعني كلام دائما يكرر لا انا وقفت تعارفين التشريفات البرتوكول يقول بسرعة سلم بسرعة سلم انا وقفت سلام عليك طويل العمر قال مبروك قلت لالله يطول عمرك ان شاء الله ويبارك لكم ان شاء الله فينا ويبارك لنا فيكم طالعني بعينة يعني اشارة لا يمكن انها تنسى الاشارة تقول نحن نفتخر بكم وحان الآن وقت العمل بذرنا وزرعنا ورعينا وهذا الحصاد والبركة فيكم يعني هذا الاخصة في هالثواني هاي اللي كانت موجودة اشياء غيرها فيني حفيدي صالح لو لي يقولون ليتي على العوق تعرفين اول يعني انا بشرت اصدقائي كلهم وكلمتهم فاها اللي يقول لي اصبحت جد شوبت جده قلت لهم يا جماعة انتم تنظرون دائما للاشياء بمنظار يعني مش كويس ما في تفاؤل هذا الولد سواني جد بمعنى ان جدد حياتي كلمة الجد يعني تجديد الحياة انا بالنسبة لي جديد حلو وفعلا اعادني ثلاثين سن الى الوراء رفيق دربي صدقين ان انا عندي صديق واخ لم تلده لأمي ولم تشاوف يمكن في السنة الا مرة لكنه هذا رفيق دربي وصديقي وعزيز عليك صديق نتكلم اللي هو الاخ عبد الرحمن لوتا المحامي عبد الرحمن لوتا هو كان عضو المجلس الوطني سابقا نوجه له تحية استاهل اكبر عيوبي ما احد من غير عيوب ما تقدر تحددها في حاجة وحدة بس في واحد يكون يعني عنيد صعب والقراب دائما يقولون لك يا يكررون عليك كثير ان هذا عيب اكبر عيوبك والله ما سمعت منه ولا كان صلحته طيب شيء لا يعرفوا عهو الا المقربون مني اختي ندى ما عندي شيء اخفيه ابدا يعني داخلي كظاهري الحمد لله رب العالمين ما تعودت اني يعني اكون بويهين مثل ما يقولون اطعن حد في ظهرة تلقيت طعنات كثيرة وانا اسامح كثيرا يمكن هذا اذا يسمى عيب وانا ما اشوف النعيب فهمت مرات كثيرة يعني خطأ لكن عقب تضحت الرؤية انت حتى لا يفهم خطأ لو سيرت تبادر وتوضح لي بيقولها ما يعني اكيد عراسه ريشة ولي ذلك اخليها للزمن والأيام وغير وتتضح الحقائق فيما بعد اخر حلم حققته لم تتوقف الاحلام بعد يعني من ضمن الاحلام مثلا كان منشأ كبير لاصحاب الهمم الحمد لله الان في هذا الاطار هناك حلم كبير ان شاء الله سوف يظهر الى الى الساحة وان شاء الله سوف نطلقه عما قريب ما استطيع الان البوح به لكن ايضا يخدم هذه الشريحة هناك حلم لا زال يجول في خاطري ان احنا يعني في جانب البارالولمبيك اللي هي الحركة البارالولمبية ان شاء الله تعالى ان احنا نستضيف الدورة البارالولمبية في يومين ما ان شاء الله بعد رحيل الاب فقط فقط ابا كان قاسيا لكنه وحانيا تستغربين من هذه ما كان يعني يمكن هاي من عيوب الاباء الاولين ما كان يظهر حنوة بشكل دائم لكن عند الخطأ كان يجمع الاخطاء لانا تحديدا كان يجمعها بعد فترة وفترة تعال واحد اثنين سويت نعم غلطان نعم يعني كأنها محاكمة وبعد هذه المحاكمة نستلم شوية الضرب يعني لكنه كان الضرب مؤثر مؤدب يعني في نفس الوقت وكانت يعني ما كان يعني بشكل دائم أو شوية من القبيل لا ابي يعني وجهني من غير ما يقول كان دائما يعمل اشياء ولما اسأله يقول لي شوف وطالع واذا شفت زين فيما بعد سوى وهذه الطريقة علمني اشياء كثيرة بنختم بجملة تلخصني وحب ان اكون محبوب للناس ان شاء الله تعالى كلها اشتركوا في القناة